نظمت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج فعالية شارك فيها خمسون طالبا وطالبا من عشرين جامعة حكومية من مختلف المحافظات حول السياسة الخارجية المصرية وذلك للمرة الأولى بمقر الوزارة وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي حرص الوزارة على التفاعل مع الشباب من جميع محافظات مصر وإجراء حوار تفاعلي متبادل معهم حول السياسة الخارجية خاصة في ظل التحديات الاستثنائية والتي تعاني منها المنطقة خلال السنوات الأخيرة مشيرا إلى الأزمات الإقليمية غير المسبوقة التي تحيط بمصر مما يتطلب الانخراط بفاعلية وحكمة للتعامل مع هذه التحديات كما استعرض التحركات الناشطة التي تقوم بها وزارة الخارجية في مختلف الملفات التي تعتري أولوية الدبلوماسية المصرية